ولهذا قال جل وعلا لما ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأوك رحيم هذه الآية فيها رد على الرافضة الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم ويتكلمون بألسنتهم ويلعنون ويكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم